عَلِ اللَّهِمَ السَّيْطَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَتَاءَ النَّارِ فَلَا تَسْتَعْجِمُ رَحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِفُ يُنَذِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُنَذِّلُ الْمَلَائِكَ يُنَذِّلُ الْمَلَائِكَ أَكَتَبِ الْمُّحِبِ نَذِّلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَذِلُ أَنَذِلُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَفَ سَتَفِتَهُونَ صَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ بِالْحَكِ تعَالَ عَمَّا يُشْرِفُونَ خلق الإنسان من مطفة فإذا هو غصيم مبين ولن عال خلقها لكم فيها بطر ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرفون وتعمل أسطالكم إلى بلد لم تكن بالغيه إلا بسر إلى المسجد إن ربكم لغوفه وحيم والخيل والدرال والحمية لتركبوها وزينة ويسلق ما لا تألمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وله شاء لهذا كبور أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وله شاء لهذا كبور أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر